بسم الله الرحمن الرحيم مع درس جديد من دروس chapter number 3 مع وحدات الادخال ومن وحدات الادخال الاكثر استخداما الايام دي اللي هي scanning devices طبعا الناس بتتخيل ان scanning devices دي متمثلة في السكانر بس ماليش هو ايه السكانر ده السكانر ده جماعة اللي هو عن طريقه نقدر نحول صورة تمام قوة الكمبيوتر يعني انا عندي صورة الصورة دي عايز انقلها قوة الكمبيوتر عندي كتاب الكتاب ده عايز انقله قوة الكمبيوتر وهكذا فالسكانر ده هو الوسيلة للموضوع ده scanners move across text and graphics scanning devices convert scanned text and images into a form that can be processed by the system unit طبعا دي بتconvert خلاص scanned text and images تمام لحاجة الكمبيوتر يقدر يفهمها جميل جدا الكلام ده زي ما انتوا شايفين كده ان عندنا انواع للscanners في نوع اسمه optical scanners optical scanners ديت بتركورد light dark and colored areas of scan text or images دي هجماعة بتركورد كل حاجة تمام وعندنا ثلاثة انواع منها الفلات والدوكيمنت والبورتابول الفلات دي بنحط فيها الورق بادينا وهي بتبتدي تعمل ايه بتبتدي تعمله سكان اما الدوكيمنت بنحط لها اكتر من صورة وهي اوتوماتيك لي بتبتدي ان هي تسكان السور دي او الورق دي اما البرتابول فده احنا بنمسكها بادينا وبنبتدي نسكان على الحاجة اللي احنا عايزنا ده الفرق يا جماعة ما بين الثلاثة انواع للoptical scanners عندنا انواع تانية من الscanning devices زي الكارد readers كلنا نعرف الكارد readers يا جماعة معظمنا طبعا او كلنا معاه الفيزا كارد الفيزا كارد ديت نقدر ان احنا او نقدر ان احنا نستخدمها as amagnetic او radio frequency اكيد بعض الناس او كل الناس مرت بدا لما ساعدتك بتروح تشتري حاجة مثلا من بانده او حاجة وبتطلع الكريدت بتاعك فبيبتدي ان هو يمرره كده في جهاز صح الكريدت دوت مخزن في بيانات معينة الجهاز ده بيفهمها برضو بعض الناس بتخش المكاتب او الشغل بتاعها عن طريق كارد معين تمام بيستخدم حاجة اسمها radio frequency الفرق ما بين الماجنتيك والradio frequency ان الماجنتيك لازم تكون مقرب جدا من الجهاز تمام لازم تكون مقرب جدا من الجهاز اما الradio frequency ممكن تكون عن تكون بعيدة عن الجهاز اللي بيقرى شواء يعني ايه برضو مش فاهمين يعني الماجنتيك اللي هو جماعة الفيزا كارد الفيزا كارد لازم تقربها او لازم تحطها في جهاز اما لما بتيجي مثلا تروح تشتري هدوم او حاجة فالهدوم دي بيبقى عليها كده حتة بلاستيك حتة البلاستيك دي لو عديت من مكان معين يبتدي جهاز الانزار يشتغل طب حتة البلاستيك دي اتحطت في جهاز واللي هي عدت من جنبه عدت من جنبه فهو ده جماعة الradio frequency technology وده الفرق ما بين النوعين دولت اللي هي الماجنتيك والradio frequency جميل جدا عندنا بقى الbar code readers كده كلنا طبعا عارفينه لما بنروح كده نشتري من بانده مبيعودش بقى هو طبعا يكتب ارقام المنتجات بأيديه لأ ده فيه bar code تمام كده الbar code دوت scan على فكرة هو بيسكان ارقام محددة وهذه الارقام بتتحول لأكواد معينة بيفهمها البرنامج اللي شغال علي بعد كده بيبتدي يتكلم على حاجة اسمها character and mark recognition devices تمام وبيبتدي يتكلم على ثلاث انواع منها عندنا حاجة اسمها micr تمام او magnetic ink character recognition عارفينه كده يا جماعة الشيكات الشيكات بيبقى فيه كده في نهايتها او تحت يعني في الباطن بتاعها في مجموعة كده ارقام برزة تمام فيه بقى مكنة مخصوصة علشان تقرى الارقام دي وبتحولها الى معلومات يفهمها البنك النوع التاني the ocr ده معروف يا جماعة اللي احنا بنشوفه كلنا في المحلات اللي هو optical character recognition وعندنا the omr وده the optical mark recognition والجهاز ده بيبتدي يتحسس العلامات وبيستخدم في اختبارات الاختيارات المتعددة الكتاب بتاعنا بيش راح كل الكلام اللي احنا قلناه تمام ادي الفلات ودي document scanner والportable scanner card readers كلمنا على magnetic card reader وكلمنا على radio frequency قلنا كل الكلام دوت طبعا تمام وكلمنا على bar code وم ودي character and mark recognition devices تعالوا كده نقراها مع بعض عندنا magnetic ing character recognition او micr to automatically read those unusual numbers on the bottom of checks and deposit slips طبعا جماعة عارفين طبعا كلنا الشيكات الشيكات بيبقى فيها كده ارقام برزة شوية تمام اهي المagnetic ing character recognition ديت دي علشان تتعامل مع هذه الحروف a special purpose machine known as reader sorter reads these numbers and provides input that allows banks to efficiently maintain customer account balances يعني يا جماعة المفروض ان بيبقى فيه اجهزة معينة بتدخل فيها الارقام ديت خلاص وهذه الارقام بتتحول لمعلومات بيفهمها البنك النوع اللي بعد كده اللي هو اسمه optical character recognition او the ocr ده بقى يا جماعة اللي احنا واخدين عليه تمام ده اللي احنا واخدين عليه اللي هي بيبقى مثلا وانت رايح تشتريه دوم كده او حاجة بيبقى فيه زي ticket كده مخطوط عليه ارقام محددة ال reader دوت المفروض ان هو بيقراها بيقولك هنا uses special pre-printed characters that can be read by a light source light source and change it into a machine readable code خلاص يعني هي بتتقرى بطريقة معينة وتتحول الى كود معين خلاص كده طبعا ديت يا جماعة شكلها عادي جدا زي ال scan اللي احنا بنشوفه بالزبط النوع اللي بعد كده optical mark recognition دي بقى جماعة بتاعت الايه بتاعت الاختبارات multiple choice بيبقى زي ورقة كده ورقة خلاص والمفروض ان انت بتختار منها اختيارات محددة واللي يكون مثلا الاجابة الاولى بتختار مثلا او السؤال الاول بتختار احد الاجابات الاربع تمام فالمفروض بعد ما بتخلص الامتحان الامتحان ده بيكون في ورقة واحدة بتروح جاية الورقة دي دخلة في مكنة تمام المكنة بتبتدي تشوف مكان العلامة فين وهي طبعا متبرمجة لو مكان العلامة صح تديك درجة لو مكان العلامة غلط مش بتديك درجة فدية من الاخر كده بتحسس على الورقة تمام الزبطين بتشوف العلامة موجودة ولا لا اهيه senses بتحس the presence or absence بالوجود او الغياب of a mark such as a pencil mark OMR is often is often used to score علشان تسجل تمام المالتوبيلت شويس تست ايه رأيكم يا جماعة ها الدرس طبعا يستحق الاحترام كلام ده كلام مهم جدا ولازم يكون كلنا عارفينه بيقول لك هنا how are pointing and scanning devices different تمام طبعا الpointing دي معروفة لو زي الماوس تمام وزي الانواع بتاعته اللي احنا قلنا عليه لكن الscanning دوت ان انا بسكان صورة describe four types of scanners اتكلمنا على الاربع انواع بتوع الscanner describe three common characters and mark recognition devices لسه ايلنهم من شوية اتمنى ان انا كن وفقت في شرح الدرس ده ويلا بينا نخش على درس جديد ترجمة نانسي قنقر